موسيقى رجعنا معكم مشاهدينا بفقرتنا الثانية ودايما بحب ذكركم انو تتابعونا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نور الشرق لانو الحلقة عامة تكون لايف اذا ما كنتوا قادرين تكونوا موجودين قدام تليفزيونتكن بهذه الفقرة رح نتناول سر هو سر اساسي بالكنيسة وهو سر الزواج وغالبا ما نجهل انو هناك موانع محددة من قبل الكنيسة بتأدي لبطلان الزواج او لعدم السماح للشركين بالزواج لحتى نتعرف اكتر على هيدا الموضوع بيصرنا استضيف الاب حنة خضرال انا احكي شوية عن كتابه بعنوان موانع الزواج صباح الخير اهلا صباح النور مرسيلة اذا اصدفتكم لقيل نبيع النهار مرسيلة انا خلينا نبدأ بفكرة الكتاب يلي هو موانع الزواج من وين اجت هالفكرة وليه تم كتابة هيدا الكتاب هو بصراحة يعني مش فكرة جديدة مجموعة اوانين الكنيسة الشرقية حكيت عن موانع الزواج الثلاثة عشر اللي موجودة عنا بس وليك ان احنا رحنا ابعد بين هايكي مش شرحنيها اكتر واكتر احنا وسعنا افاقة عند الحضارات وعند الاديين وعند الشعوب تحت توصلنا بشكل مباشر واكتر هايكي يمكن اكتر دراسي وتحليل لمجموعة اوانين الكنيسة الشرقية يلي بتهم كل الكنيسة الكاتوليكية اتنين وعشرين موجودة عنا بس لحطنا هالموانع هايدي تحت يسفيد منها اكيدا كهنت الرعاية رجال الدين حتى الاسيخ لانه في ايش كتير عملية ممكن مش سامعين فيها حتى العلمنيين عامة الشعب تحت الانسان اللي بده يعمل هايكي يعمل زواج بالفعل ما يوقع بموانع زواجية تبطلوا زواجه هالكتاب هيدا البحب اللي كيالي سكرتلي موانع الزواج يعني اللي انا كتبت عنه 13 مينة يلي في حال عقد الزواج بظل احد الموانع منون زواجه بيكون باطل وفرق بين اسباب بطلان الزواج مع انو هذا يبطل الزواج مش في اسباب بطلان الزواج تبقى نفسية تبقى على ساعد العقل على ساعد الإرادة مثلا مثل الخطف مثل الامور النفسية الاضطرابات النفسية الى اخره الغش الخداع التلجئة هاديك اسباب بطلان الزواج اكيدا هادي بدأ بشخصية الانسان بشكل اعمى بس انتين ما بيكونوا موجودين قبل الزواج يعني بيظهروا بعد الزواج ولكن نحن عم نحك عن موانع قبل الزواج هوا 13 مانع معروف انه 13 مانع بالكنيسة الشرقية الكنيسة الشرقية الكاتوليكية طيرت مانع القرابة الروحية يلي ناتج عن سر المعمودية نحن كشارك كنا عطول عبر الأجيل مت مسكين اكتر واكتر بتأليدنا وعاداتنا اكيدا الكنسية ما قبلنا نحن يلغو اكيدا مانع القرابة الروحية اللي احنا منشوفه جزء لا يتجزء من حضرتنا نحنا ومن أناعاتنا اكيدا اللاهوتية شو منعني بالقرابة الروحية اذا بدنا نوضح اكتر ابونا للعالم القرابة الروحية يعني هدا المانع اللي بينشاء اكيدا عن سر العماد بين العراب وبين الطفل المعمد يعني بين الفليون احنا منسميه يعني اذا انا كنت عراب لبنت صغيري صرت انا بين روحي ما بق فيني انا اتزوجها ولا فيها اتزوج بالنهاية اما لانه اما صرت بالنسبة لي وكأنه هي مثل مرتة عم نحكي روحيا هدا ابن الروحي انا وهدي كمان امه صرت هي امرأة كأنه مرتة الروحية مش راكي ما بق فيني انا لا اتزوجه ولا اتزوج امه والعكس بالعكس لا فيها كمان الامرأة تتزوج الطفل الفليونة يعني هي بتشيله بسر المعمودية هيدا اكيدا هيدا سر اكيد بعدين كنت متشعب كتير يعني بالاوانين القديمة الشرقية اكيدا والغربية كان حتى تخلق بعدين موانع زواج بين الولاد وبين الولاد يعني بين بعضهم البعض وبين الاهل وبين الاخرية العراب والعرابي بين الكاهن وبين المعم كانت كتير اشياء معقدة ومتشعبة وطويلة سلسلة الموانع اللي اكيدا والدرجات اللي بتسمح انه بتمنع انه العراب يتزوج من الفليون اليوم متل ما قلتلك بهالقوانين الشرقية جديدة سنة 1990 حاولوا قدمة فيهم انه يقلصوا مساحات الموانع بين الناس حتى بالفعل ما يظل عطول الواحد ضايع به بهالتشعبات اللي ناجي عن هالموانع التقليدية بقلب الكنيسة سابقا عدد شو هنه الموانع للتلاتاش ابونا كنا ذكرنا المينع ايه اكيدا المينع اكيدا انا اللي حطتهم انا هوني متل ما قلتلك رجع فيهم من بداية الحضارة الانسانية بالفعل لحد اليوم بس بقلك يوم بشكل هاي كسارية نحن عنا مينع العمر الواحد بده تجوز بعمر معين اكيدا انهم بيقول 14 للامرأة 16 للرجال بيترك كمان للأوانين الخاصة بكل كنيسة انه ترفع عمر او سن الزواج الانوني اكتر من 16 نحن بالكنيسة المارونية رفعنيها الى 18 فهذا في حال واحد تزوج مدون السن يعني بيكون بالفعل زواج وباطل عندك مثلا مينع العج الجنسي اللي واحد بيكون لانه غاية الزواج طبيعيا اذا نحن عم نحكي ووضعيا غاية الزواج هي انجيب البنين انجيب البنين ما في واحد يتزوج وما يقدر يكمل زواجه بوصال او بعلاق بالفعل طبيعي تهدف الى انجيب البنين وبزيط الفعل الى خير الزواجين فاذا لمينع اكيدا عج الجنسي له اكيدا شروط حتى يكون في عندك فعل جنسي طبيعي كامل اكيدا نحن ما رح نتفسح فيه اكيدا انتصاب اهراق بدي يكون في عندك اكيدا ولوج هادي اشي اكيدا نحن العالم كله بتعرفها بس بدي يتزوج على القليل بدي يكون في عنده سليم الجسد قادر يكمل زواجه يعني قادرين نحصل ينكمل هيدا الزواج بهدفه الاساسي اللي هو حصول على وهذا اكيدا فيه امور فيه شي بتفسح منه بهالقوانين وفيه اشي طبيعي ووضعي ما فيه تفسح فينا يعني ما فيه واحد يطلب التفسيح من العج الجنسي لانه هذا من حق اله يعني هذا اكيدا ما فيه حدا مش من حق كناسي تيقدر واحد يفسح منه عندك مثلا مانع الندر يعني اذا واحد ندر ندر العفة المؤبدة ندر العفة الاحتفالية يعني او يعني ندر العفة برهبني معين الندر العفة المؤبدة بيكون ندره برهبني معيني هذا بحكم طبيعة الندر طبعوله يعني هو اله التكرس الرهباني والعزبية الديمي ما بيحق له انه يعمل زواج في حال arranع مش زواج وهو بعده ندر الندر الاحتفالية يلي بعد ما تفسح منه كراهب يعني معيان راهب او بيشبه الحياة الرهبانية هذا أكيداً يكون بالفعل زواجه باطل مثلاً مانع الدرجة أو الكهنوت في حال واحد كان عنده مش شد الشمسية الشمسية والكهنوت والإسقفية هذا واحد ما فيه بالنهي يقدم على زواج إذا كان الدجاء اقتبل الدرجات المقدسية اللي هي الشمسية أكيداً والكهنوتية والإسقفية ما فيه واحد إذا عمل زواج بيكون زواجه حكماً باطل إلا ما هناك معقبات أكيداً كناسية هي بدت حيكم لأنه هذا ما فيه يقدر عم بيعمل شي بخالف جوهر الندر أو جوهر درجة الكهنوت يلي هو بالفعل يلي ندر حاله لألا مش إن هيك أكيداً بده يتجوز يتجوز قبل السيام الكهنوتية بعد السيام الكهنوتية ما فيه حدا بالنهي يتجوز عندك مثلاً القرابة الدموية يعني ما فيه واحد إلى درجة معينة ما فيه واحد مثلاً يخد بنت خالته هاي الدرجة الرابعة لا بنت خالته لا ابن عمه لا بنت عمه أكيداً بالعكس بالعال ولكن هاي الموانع السابقاً ما كانت موجودة هلا بالموانع الجديدة بعدها كانت من زمين موجودة بأهوني الكنيس على الضوء الاختبار الإنساني على الضوء هايكي الحس الإنساني والفكر الإنساني أنه أكيداً القرابة الدموية إذا أنت عم تاخدي أكيداً ابن عمك أو ابن خالك يعني كل الضياع اللي نحنا منعرفها تجوزوا من بعد 99% تجوزوا إذا كانت موجودة هيداً إذا كنت تضايعاك كل الأولاد العم والأولاد الخال من جد واحد تبدوا أن يتجوزوا بس الكنيسة بهذا الموضوع بتفسح بس كنت الغاية منها أكتر ما أنه يعني هو مانع عشوائي أنه كان يقولوا أنه إذا كان قريب الدم من بعضه بيطلع الولاد أكيداً عندهم عاها عندهم بلادي زهنية عندهم إلا آخر مش هايك بالأول كان للدرجة السادسي يعني حتى ابن عمك ما فيك تخدي يوم حصرواها بالدرجة الرابعة يعني ابن عمك ابن خالك إلى آخرين هذي بسموه أكيداً القرابة الدموية عندك بزيط الفعل هالقرابة البتوازية حسب الدرجات عندك القرابة الأهلية القرابة الأهلية هي مانع الناشة بين أهل الزاوج أو أهل الزاوج الدمويين وبين أهل الزاوجة أكيداً الدمويين يعني أنا ما في درجة اللي بتربطني درجة اللي بتكون بيني وبين أهلي أنا بالقرابة الدموية بتصير تماما بيني وبين أهلي بالقرابة الأهلي بيني وبين أهل مارتي إذا كانت أمي أنا بالنسبة لأي درجة أولى ما فيني أتزواجها بالخطة العمودي ما فيني بزيت الفعل أتزواج حماتي بتصير بالدرجة إذا كان أنا خيي بالدرجة الثانية ما بيقدر أتزواجه ما فيني أتزواج أنا أخة مارتي أسباب رعاوية اليوم أكيداً الكنيسة بتقولك أنه تسمح بتفسح أنه بالزواج بين الزوج ويأخذ إخت مرته. أسباب رعاوية إنسانية هكي اجتماعي. بقولك أنه الخالي الوحيدة بتحب تحن على أولاد إختها وبتعرف وتربيهم بمحبة وبتضحك كرمينهم. عندك كمان مينع يمكن عم طول بالشارع. مثلاً عندك مينع الخطف. الخطف نحن بيننا وبين الكنيسة الغربية اللاتنية فيه فرق. الكنيسة اللاتنية بتحصر مينع الخطف بالمرأة. لأنه ما بتصوروا بالغارب. يعني هي بلد الحرية وبلد الديمقراطية والأنون. ما بتصوروا أنه حتى الرجال يمكن يقرأ أو يخطف يعني يجبر على الزواج. نحن منقول لا الشخص البشري. يعني كل شخص هاي كيه. اكره على الزواج. يعني مقصود بالخطف هون أنه يكتخد الشريك وأجباره على الزواج. أي مش الإكره. الخطف أن يكتخد إنسان من مكان آمن بيقدر يقرر فيه بكل حرية إلى مكان غير آمن ما بيقدر يقرر الزواج بحرية بيكون خاضع تحت نفوذ وسلطة الخاطف. هذا لو كانت المرأة بقلب الخطيفة والخاطف قالت أنا بحبه وبدأت زوجه وأنا خطفته غيرت رأيه بضل مينع الزواج قائم لو قالت هيك إلا إذا أبعدوا المخطوفة عن الخاطف وحطوه بما كان آمن تماما بعيد عن نفوذ الخاطف وأهله وإلى آخره وهوليك أرد بملء حريتها أنه تتزوج هالشخص هيدا ساعته مينع الخاطف بزول وعندك ما يشبه الخاطف بزيت الأنون حتى لو أبونا هوني راحت بإرادتها خطيفة مع الخطيفة غير الخاطف هي مختلفة هي الخطف بالطراضة الخطيفة لأسباب مادية بيحبوا بعضهم بمنع حريتهم راحوا خطيفة بس الخطف تأخذ أنت شخص ضد إرادته حتى تزوج حتى بالمدنية العادة بيكون في إكراه في قوة في قصر يعني بيكون بالفعل زواج باطل مشان هيك حتى لو كنت بتحب رجل شاب وبمغروم فيه وخطفك بوقت أنت نفسيا ما منك مهية وأنت إراديا ما بدك تنخطف وخطفك بالقوة بالفعل زيب بيكون الزواج باطل بيمانع الخاطف وشغلي كمان سريعة حتى حجز الحرية بتويس الخاطف يديك أن تنقلي شخص من مكان آمن على مكان غير آمن بهدف الزواج مش بهدف الإبتزاز شيء وبين واحد أن يكتحج ديله حريته مثل بهذا الضياع كمان بهدف الزواج مثلا واحد شيب بنت حيب بيتزواجه ما بتعرفه بالضياع أو شيء أو بتعرفه بس ما بتعرف أنه بيحبه بيحبه وفيت على البيت قالوا لأهل البيت أنت مخطوفي هاون مني معروف حجزتلك حريتك أنا بهدف الزواج كمان هيدا أكيدا بيدخل بيمانع الخاطف وما حدا بيفسح منه أكيدا هيدا ما حدا بيفسح منه لأنه هيدا في حرية هون بدأ وفي إرادة وفي عندك رضا في عندك كمان أكيدا مانع الجريمة ما حدا بيعرفه أنا أكيدا منع بس كتير أسيق فيه أكيدا هذه عملية ومش كتير مألوفة على سماعنا نحن بانت المانع الجريمة مانع الجريمة وقت اللي أحد الشريكين كان مزوج هو أو مش مزوج يعني بيحب أمرأة مزوجة أو غير مزوجة بيساعدها حتى تقتل زوجة تيتزوجها أو هي بتكون مش مزوجة بتساعد هالرجال المزوج تيقتل مرته شريكه يعني ارتكاب جريمة بغية الزوجة حتى مش بس بييده حتى ناس بيدفز هالرجال الفعل الإجرامي بهدف أنه يتزوج بوسط أشخاص ساعدوه هذي كمان ما بيحقلوا لهو يتزوج الامرأة يلي قتل زوجها ولا حتى الأشخاص يلي يساعدوه بقتل الشريك هيدا بيحق لهم بفعل أنه يتزوجوا بعد بيحكي عن مانع أذا بتسمحي أكيداً مانع هو مانع في هذا نحكي نعم مانع الجريمة مانع الحشمة العلنية بس أنك حق سامعة فيه الحشمة العلنية وقت اللي واحد بيساكن أمرأة مش مرته بيدفع اللزة بيدفع الصحبة كونكو بناج وهالناس بس المساكن يبدأ تكون بشكل مشتهرة معروفة العالم كله عارفتها إلى حد أنه بيظنوا أنه هيدا مرته بس تحت هالرجال هيدا يبعد الشبهة أو يقرب المسافات تضل في عنده علاءة زنائية بين الاثنين بيروح بيزوج ابنه لبنته أو هو بتزوج بنته أو هو ابنه بتزوج الأم وبالنهي والبرد ما بيحق له شفت كيف لأنه هو هالشخص اللي عم بعيش هالأمرأة صاروا جسد واحد لو كانوا بالزنا ما بقى بالنهي صارت بنته كأنه كأنه بنته هيدا أكيدا منع الحشمة العلنية أكيدا إلى الشروطة مثل ما قلت لك مش إنه إذا واحد هايك يعني مرأة على أمرأة أو صحابة يومين وفعل صار بالنهي هيدا يعني مينع الحشمة أو قلبه السيكن المشتهرة لا بلا تكون بالفعل تعمق تجزلتها الفكرة بضمائر الناس إنه هيدا أكيدا كأنه زوجة يلي بالفعل هو ما نو زوجة وآخر شي هو مينع مينع القرابة الشرعية نرجع عن التبني إنه أنا كمتبني ما بيحق لي إني أنا أتزوج المتبني ولا أوليدي الطبيعيين بيحق لي إنه نتزوج إبني أنا يلي تبنيت وهذه مينع هذه موجودة مش بس نحنا أنونيا لأنه هو أنونيا ابنك فما بيحق ما بيحق أنه أنا تزوج حتى لو ما كانت فرابة دماغية بعدين بدي تزوج أو تبنيت أنا كمان صاب بعدين ولا بيحق لي أنا أولادي الطبيعيين تزوجوا هالابن أو البنت اللي أنا بني هيدا أكيدا كانت موجودة حتى قبل الفكر المسيحي يعني الأوانين المسيحية كانت موجودة أكيدا بالأوانين الروماني الأنون الروماني لكن هو مصدر تقريبا كل الأوانين الكنسية وحتى البيزنطية كل يتساوى وحتى الإسلامية كلهم أخذوا من الأنون الروماني خاصة بما يخص التبني وأوانين الزواج خليلا نحكي شوي كمان أبونا عن مانع اختلاف الدين اللي ما ما اطرقنا لقلو أدا هيدا المانع موجود وأي ماذا بدم التفسيح من قبل الكنيسة بهيدا مانع اختلاف الدين اختلاف الدين في اختلاف المذهب بيكون الثاني معام دين بس واحد كاتوليكي واحد غير كاتوليكي يعني هذا اختلاف المذهب اليوم بطل بشكل هذا مانع يعني بس بيطلبوه بالتفسيح منه على السعيد هيك على السعيد أنه رحت الضمير أو إلى آخر بس مانع اختلاف الدين هو هالمانع الناشئ بين فريق كاتوليكي معام أو غيمكم يكون كاتوليكي بس هنا عم نحكي كاتوليك بين كاتوليكي معام وبين إنسان فريق تاني أو شريك آخر غير معام ما بيحق له هالقنية بالزواج هذا شو بيصير أكيد بده تم الزواج بقلب الكنيسة في حال هالشخص الغير معام التعمد مش تعمد الصورين مثل اليوم بتعمد تحت تقدير تزوج وبعد شوي برجع إلى دينه إذا تعمد بالفعل ونعمة المسيح لبسته وفيت عن أناعة بيزول مانع اختلاف الدين في حال في حال ما بده بقي الفريق الغير كاتوليكي بده يعيش مع الفريق الكاتوليكي كان بالأول الفريق الغير كاتوليكي يتعهد للفريق الكاتوليكي إنه هو بده يساعد حتى يرب وريده تربية مسيحية وحتى بالفعل هو يعمل على خير الزوجين يعني وتربية الوليد وتنشئتهم اليوم لا تغير بالأولين تبقى لألف وتسعمائة وتسعين هلأ صار للفريق الكاتوليكي بده يتعهد إنه بده يسعى بده حتى يربي ويعمد وليده بالكنيسة الكاتوليكية وحتى ينشئ تنشئ مسيحية كاتوليكية وبده يعطي خبر أكيدا للفريق أكيدا الغير كاتوليكي غير المعمد ويقول الفريق الغير المعمد إذا لم يتعمد يبقى بالفعل على دينه بس أكيدا هيدا بتطرح صعوبات كتير ولكن هؤلاء يقدروا يتزوجوا كنسيا مين بحال ما تعمد هالفريق غير المعمد يقدر يتزوج كان عيام مربولوس عيام الأدسيين بالقرون الأولى لحد اليوم كانت الكنيسة تعول على الفريق الكاتوليك المسيحي أنه يمكن بمثله بكلمه بحياته يقدر يرد هالفريق الغير معمد أكيدا إلى حد الكنيسة إلى خلاص المسيح ليس كنت تسمح فيه أكيدا بإعلم المطران وبإزدن المطران وبعد يكون هالتنين يوم تعهد يعني اليوم لو الفريق الكاتوليك يتعهد اليوم في أسيق بحكمتهم الواسعة حتى اثنين يتعهدوا لكن الدين اليوم أختنا ليس بالنهاية عبية أو توبت بشي ساعة الكين لا يكون متجزر بكيانك لا يوجد واحدة مسلمة أو غير دين تعطي لابن المسيحي غير دينة أو تعبل بعماد أو شيء بالعكس طبيعيا فطريا زوائي إذا بدك أنه تعطيها شيء تقامن فيه مش تطرح مشاكل كبيرة هالزواج المختلطة كيف تتفاعل هالثنين مع بعضهم على صعيد الأيام على صعيد المفاهيم الحياتية والاجتماعية والإنسانية على صعيد معنى الإنسان أونتولوجية معنى الإنسان بحياتك نحن نفهم معنى الإنسان بشكل كرامة الإنسان كرامة المرأة المساويات بالكرامة قداش الفريق الآخر قادر يفهمك أو يجريك بهالمفاهيم مشان هيك بتطرح مشاكل كبيرة بدأ تحضير رعوي بتذكر أكيدا بهالكتاب أنا حكي عن المؤتمر اللي صار باللبنان وحكي كتير عن الزواج المختلط وبينوا السلبيات وبينوا كمان كيف بدأوا تحضر لإله وبينوا كيف الضعف وكيف تداعيات السلبية حتى كمان التداعيات الإيجابية في حال كانوا الفريقين ناضجين ومحضرين حالهم لهالخطوة الاجتماعية أبونا عصا عيد الموانع الزواج اللي عددناهم قدين نحن كمسيحيين وعيين لهذه الموانع وقديك نسيتنا عم تشتغل لأنه نكون كلنا على دراية فيهم أكيدا مش نهايك قلتلك أنا هالكتاب هيدا اللي عملته اللي هو سمرت 14 سنة كنت عقول أنا أنه كيف نحن عندنا مناديات الزامية يعني ينادى للعريس وللعروس طالبي الزواج بالرعاية تبعولهم بنادوا على ثلاث أحدات يعني بيكون الناس كلها حاضرة هيدا بيخمنا والناس إعلام أنه بدأين يتزوج ولا هيدا مسؤولية ولا حتى لازم يعتبروا فسد أنه يفشي سر أو شي مجبورين هون هدف منه إذا حد يعرف وجود مانع إجباري تحت طائلة أكيدا المحكمة الضمير المحكمة البطنية أنه يخبر الكاهن افترضنا واحد جاي من أمريكا ومزوج رفيقي كان بأميركا يعني أنا عم نحكي مثلا بعرف أنه هيدا مزوج زواج كناسي ومش مطلق وجاي بقولوا للكاهن سيدنا أو حض يا أبونا هيدا عنده هالشغل مزوج هون يكي أو أنا بعرف أنه كالطبيب بعرف الشخص هيدا أنه عنده عاجز جنسي مطلق أو كاهن راهب بعد مش فسح ننظوره ملزم أني أنا افش السر وخبر كاهن الرعية اللي بد يععد هالسر لأنه في حال عقده بوجود مانع أنا بتحمل مسؤولية الضمير أني كنت تعرف أنه هالسر بده ينكشف وأنا ما حولت أني اتحيش عقده بإخبار الكاهن بوجود هالمانع يعني يأطل الزواج هون أهمية المنادات اللي أغلبنا من جهل مهمة اليوم ما بقى حدا ينادي حتى بس في يوم كنيس في أبرشيات بتجمر أنه الخطيفة بقى مش موجودة اللي بيكون في دورة عندك دورة تحضير للزواج وحتى يكون في مناديات اليوم بيسهلوا الأمور بيعملوا بيطلبوا التفسيح من المناديات الثلاثة أنه ليه مسوغات قانونية أنه حزن أو ما حزن لا الكاهن يعلن المناديات يشرح للشعب ما يعني المناديات ما هي الموانع حتى بالفعل إذا حدا عارف مانع وجود مانع دغري يستبق بطلان هالزواج ويخبر الكاهن حتى يتحيش بالفعل عقد مباركة زواج فيه ضمن موجود هالمانع هذا بالضيبة لهالزواج أبونا نحن خلص وقتنا بد تشكرك على حضورك دغري خلصنا لقاء كتير سريع أبونا وعن جد غنيتنا بمعلومات يمكن أغلبنا يمكن غفلين عنا ومن وعيين لألا وعلى أمل لقاءات تانية بشكر محبتك وإن شاء الله أكيدا مثل ما قلتلك أنا على قد مشروع بهاليومين ثلاثة للتلفزيون هاون نحن نسمي القانون الكنسي في خدمة الشعب نشرح كل قوانين لهالنس يخي قلتلك أنه ليس لقلنا الكنسي بدأت تسقف شعبها شعبنا بيحب أن يتسقف ما نحرمه من السقف وما نحرمه من فهم قوانين الكنسي عملته ليس لقلنا عملته كمان بالنهاية للشعب هايك بترك مجال للنس تسأل وما أكتر هالأسئلة بيقول أكيدا الشاعر وحديث الأفاعي طويل المدى والزواج مثل الأفاعي بس تبلش بالموضوع بتشوف مئات الأصوات تتحرك حتى تسأل وتستفيد صح وبحاجة للتوعية بهذا المجل 100% أكيدا بحاجة للتوعية شكرا لك أبونا بشكر محبتك كلك زود مشاهدين احنا بريكي صغير ومنرجع لفكرتنا التالتي اشتركوا في القناة